بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المتابعين أهلا وسهلا بكم بنكمل اللقاء الثالث تبع التحورات في النسبة المندلية كان فيه لقائين سابقين لقاء الأول اتكلمنا فيه عن السيادة الغيرتمة والسيادة الوسطية أو انعدام السيادة مع ذكر أمثلة مختلفة واللقاء الثاني اتكلمنا فيه عن تأثير البيئة سواء كانت بيئة خارجية تتمثل فيه إضاءة وحرارة أو بيئة داخلية تتمثل فيه الهرمونات الجنسية أو التركيب التشريح للفرض أو تأثير السيتوبلازم وغيرها من عوامل وسمناها بيئة داخلية وكان التأثير ده بيأثر على إيه؟ بيأثر على النسبة بتاعة الأفراد في الجيل الثاني بنكمل النهاردة الجزء الثالث وحنتكلم فيه عن الأليلات المتعددة الجين الواحد بيبقى فيه أكتر من أليلين كل أليل بيأثر في الصفة بالتالي بتوجد علاقات ما بين هذه الأليلات وبعضها هنشوف دلوقتي على سبيل المثال لون فراء الأرانب بيتبع الأليلات المتعددة وراثة لون العين في حشرة الدروسوفلة تتبع الأليلات المتعددة بيبلغ فيها عدد الأليلات لحوالي 15 أليل تابعين للجين المسؤول عن لون العين المثال الأخير وراثة فصائل الدم في الإنسان اللي هي مجميع الـ A-B-O ودي بيوجد منها ثلاث أليلات نبدأ مع بعض كده بداية بوراثة لون الفراء في الأرانب العامل الوراثي C+, وده مسؤول عن اللون الأجوتي ده المظهر بتاعه التركيب الوراثي بتاعه عبارة عن C+, داش وإحنا قيلين في لقاءات سابقة إن الداش دي معناها إيه؟ إيه معناها؟ إن الأليل المقابل ممكن يبقى C+, أو أي أليل آخر يكون تأثير بلص عليه تأثير C+, دا تم طيب عندي بعد كده المظهر التاني اللي هو الشنشلة وده مسؤول عنه C-C-H ده كله على بعضه كده رمز للقليل المسؤول عن اللون الشنشلة أيضا تركيبه الوراثي بيكون C-C-H وبعدين داش عندي المظهر التالت اللي هو الهملايا ده بيبقى أرنب لونه أبيض أطرافه بيبقى لونها أسود زي ما هو ظاهر أمام حضراتكم ده رمز الأليل بتاعه C-H طيب تركيبه الوراثي هو عبارة عن C-H وبعدين داش فممكن يكون نقي وممكن يكون خليط الداش دي بتعني إيه؟ إنه هو يكون نقي أو يكون خليط يأتي في الآخر التركيب الرابع أو المظهر الرابع اللي هو الألبينو أو اللون الأبيض زي ما ظاهر أضمن حضراتكم في الصور مسؤول عنه C-S-M-A وبالتالي تركيب هذا الفرد عشان يظهر عندي باللون الألبينو أو اللون الأبيض لازم يكون C-S-M-A ملوش تركيب تاني يبقى تركيبه C-S-M-A بناء على ذلك بنشوف درجة السيادة متدرجة ما بين الأليلات المختلفة لصفة لون الفرق في الأرانب فبجد إن C-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- لكن في حالة الخلط يبقى الحالات اللي انا ذكرتها من شوق. بت exercise تركيب اللي موجودة قدام حضرتكم C plus C plus ده اجوتي C plus C CH ده اجوتي ايضا هاجين مع الشنشلة. وبعدين C plus CH ده هاجين مع هيملايا اجوتي بس هاجين مع الهملايا. او C plus C small ده اجوتي ايضا. هاجين مع مين? مع الالبينو. المظهر العام لهذه التركيب كلها اجوتي. لانه سايد سيادة تما يليه الشنشيلة الشنشيلة اما انه يكون نقي فيبقى CCHCCH في كده الموقعين نقي كده او انه يبقى CCHCH في الحالة دي حيكون هاجين مع مين هاجين مع هيمالايا طيب الحالة التالتة انه يبقى CCHC small يبقى كده هاجين مع البينو فدرجة السيادة هنا يبقى الشنشيلة ساعد على الهمالايا ساعد على الالبينو نيجي بعد كده لتركيب الهمالايا CCHCCH ده كده نقي يبقى ده هيمالايا بيور ما فوش اي خلط او انه يبقى C H C small في الحالة دي حيبقى هيمالايا هاجين مع البينو يبقى درجة السيادة هنا مين الهيمالايا سائد على البينو وبالتالي نيجي عندنا C small C small هو التركيب الوحيد المتنحي العام لمين لل البينو بنأكد تاني على درجة السيادة ان C plus سائد على C C H سائد على C H سائد على C small الشنشلة لو C C H سائد على C H الخاص بالهيمالايا سائد على C small الهيمالايا C H سائد على C small المتنحي العام بتاعي هو C small C small ده بالنسبة ليه وراسة لون الفراء رانب وده زي ما قلنا انه بيتبع القليلات المتعددة في عندي كم قليل هنا لجين المسؤول عن اللون في عندي اربع قليلات C plus وده يخص الاجوتي C C H ده يخص الشنشلة C H ده يخص الهيمالايا C small يخص الالبينو ننتقل للمثال التاني الخاص بوراثة مجميع الدم في الانسان اللي هي ايه اللي هي الABO طبعا مشهورة جدا ومتعرف عليها وبنعمل لها تحليل فصيلة وكل الناس تقريبا يمتبقى عارفة الفصيلة بتاعتها انا عندي العامل الوراثة المسؤول عن الصفة بتاعة فصائل الدم اسمه I capital القليل الخاص بالفصيلة A هو I capital A والقليل الخاص بالفصيلة B هو I capital B طب فصيلة الدم I small يبقى الI small متنحي بالنسبة للI capital A او الI capital B طب الاعلاقة ما بين الI capital A والI capital B هي علاقة انعدام سيادة لاحظوا معايا هنا في عندي حالتين عندي حالة سيادة تم للI capital سائد على الI small وعندي حالة انعدام سيادة ما بين مين ومين ما بين الI capital A والI capital B وبالتالي بتظهر عندي فصيلة الدم إيه بي أمتى لما يبقى الI capital A موجود مع الI capital B كل واحد فيهم بيظهر أثره وبالتالي بتبقى عندي الفصيلة A B زي ما مظاهروا قدام حضراتكم هنا التركيب الوراسي بتاع الفصائل عندي فصيلة الدم O متنحي عام فبيبقى I small I small كتركيب وراسي المظهر بتاعه فصيلة دم O فصيلة دم A ليه احتمالين ياما يكون تركيبه ناقي I capital A I capital A او خليط مع O فايبقى I capital A I small وبرضو هتبقى فصيلة دمه A فصيلة دم B برضو لها احتمالين I capital B I capital B او I capital B هاجين مع O خليط مع O يعني ففي الحالة داية اللي هو I small يبقى I capital B خليط مع I small يبقى ده التركيب بتاعه يبقى مظهره فصيلة دم B عندي فصيلة دم A B ودي اللي احنا قلنا فيها ان في حالة نعدام سيادة ما بين القليلين I capital A و I capital B كلاهما بيظهر اثره بالتالي بيبقى تركيبه الوراثي I capital A I capital B وبالتالي يظهر عندي المظهر بتاع الصفة جمعة الدم A B معلومة مهمة تهمني علشان نقل الدم عندي فصيلة الدم A حيبقى اكتر في الشراحة اللي جاية بس عشان نوضح الانتي A والانتي B عندي فصيلة دم A لها هوية لو اعتبرناها الـ ID بتاعتها بنسميها انتجن فايبقى انتجن A ده اللي هو حامل الهوية بتاعتها في المقابل عندها انتي باضيز يعني اكسام مضادة ضد مين ضد الـ B يبقى فصيلة الدم A عندها اكسام مضادة ضد الـ B فصيلة الدم B لها انتجنز الهوية بتاعتها كأنها البطاقة الشخصية بتاعتها دي عبارة عن ايه B لكن عندها اكسام مناعية انتي باضيز ضد مين ضد الـ A فصيلة الدم A B عندها كلا الهويتين ال-A وال-B لكن ما عندهاش أي анتيباضيز رصيل الدم ال-O ما عندهاش أي أنتيجنز ما لهاش هوية لكن عندها كلا النوعين من الأجسام المناعية أو الأجسام المضادة ال-антиباضيز ال-anti-A و-anti-B الكلام ده وقت يخلينا نتكلم عن أهمية فصائل الدم إيه أهمية فصائل الدم؟ أولا زي ما احنا عارفين كثير من الأحيان بيبقى نطلوب نقل دم من شخص سليم إلى شخص مصاب تاجني نقل دم فهنا مهمة جدا أبعرف فصائل الدم عشان أنقل إيه الدم من الشخص السليم المتبرع إلى الشخص المصاب فلابد أن يوجد توافق بين فصائل الدم عشان متعملش مشكلة وتعمل تجلط في الشرايين والأوريدة بتاعت الشخص اللي ما نقوله الدم لو ما فيش توافق ما بين فصائل الدم كده هتعمل مشكلة ويحصل تجلط والإنسان يموت يبقى أول حاجة نقل الدم تاني حاجة فض النزاع على النسب أسرتين بيتنزع على طف كل أسرة من الأسرتين بيتدعوا أن الطفل ده ينتمي إليهم طب نحل المشكلة دي إزاي؟ بنلجأ إلى الطب الشراي بيعمل تحليل فصائل الدم ونشوف الفصيلة بتاعة الطفل بينتمي لمين؟ يبقى ممكن يبقى ابن مين فيهم؟ بس معلومة مهمة جدا فصائل الدم تنفي النسب ولا تثبته هنا أنا بستخدم فصائل الدم اللي ينفي فقط وليست للإثبات آخر حاجة مهمة جدا الكشف على عامل ريسس اللي هو ريسس فاكتور ده مهم فين؟ مهم أثناء عملية الحمج وده هنتكلم عنه بتفاصيل قدام شوي أول حاجة هنتكلم عن مع بعض المعلومات كده المهمة نسبة توزيع فصائل الدم في أحد المجتمعات المثال هنا كان في أمريكا طبعا النسبة دي بتتغير وبتختلف على حسب المجتمعات المختلفة فهنا على سبيل المثال قدامنا نسبة الأوبلس شخص لكل تلاتة يعني بنسبة 37 و14% في المجتمع نسبة أبلس نسبته شخصه كل تلاتة أيضا يعني 37 و14% في المجتمع نسبة البي بلس شخصه كل 12 فرد يعني حوالي 8.5% نسبة الأو ماينس واحد كل 15 شخص يعني 6 و6 من 10% الأي ماينس شخصه كل 16 يعني 6 و3 من 10% الأي بي بلس شخصه كل 29 يبقى نسبته 3 و4% الأي ماينس شخصه كل 67 يعني 1.5% الأي بي ماينس شخصه كل 167 نسبته 6 من 10% بالنسبة للمجتمع الأمريكي ده الدياجرام بتاعه معنى الكلام أن أنظر فصيلة دم موجودة عندهم هي فصيلة الأي بي ماينس يليها البي ماينس يليها الأي بي بلس يليها الأي ماينس يليها الأو ماينس يليها البي بلس يليها الأي بلس يليها الأو بلس طبعا مجتمعات تانية ممكن النسبة دي تتغير مين يستقبل الدم أنا عندي المعطي اللي هو في شكل الإربة اللي فوق ديت والمستقبل بتاعه والفصائل اللي تحت فهنا لو فصيل الدم O بلس يبقى اللي حيستقبل منه كل ما هو بلس وهقوله قدام ايه هو البلس ده يبقى يستقبل منه O بلس يستقبل منه A بلس يستقبل منه B بلس يستقبل منه AB بلس فصيل الدم B بلس يستقبل منه B بلس وAB بلس فقط فصيلة دم AB Plus يستقبل منه AB Plus بس فصيلة AB Plus يستقبل منه AB Plus فقط فصيلة دم O Minus معطي عام لأنه يدي جميع الفصائل في الحالة دي يدي O Plus و O Minus لأنه O Minus أصلا يدي O Plus و O Minus يدي A Plus و A Minus يدي B Plus و B Minus و يدي AB Plus و AB Minus فصيلة دي فصيلة B Minus تدي مين؟ تدي AB Plus و AB Minus فصيلة AB Minus تدي AB Plus و AB Minus AB Plus و AB Minus فصيلة AB Minus يستقبل منه AB Plus و AB Minus معنى الكلام يا حضرات أنه أنا عندي AB Plus ممكن يستقبل من جميع الفصائل لاحظوا كده حضراتكم معايا أدي AB Plus استقبل من AB Minus استقبل من AB Minus استقبل من AB Minus استقبل من O Minus نفس الحال استقبل من O Plus استقبل من AB Plus استقبل من AB Plus استقبل من AB Plus إني أنا على كده بقول أن AB Plus مستقبل عام يستقبل من أي فصيلة وال O Minus معطي عام يعطي دم لأي فصيلة طيب هنا التوزيعه برضو بشكل تاني مين يدي المين إبنا عندي هنا القفقي معطي والمستقبل في الرأسي فالO بلس يدي مين يدي O بلس زيه ويدي A بلس ويدي B بلس ويدي AB بلس الO مينس يدي الجميع فده بنسميه معطي عام لو بنسميه Universal A دونر معطي عام الA بلس يدي الA بلس اللي زيه ويدي الAB بلس هو نفس الكلام اللي احنا قلنا في الشريحة اللي فاتت هنا الشكل مختلف شويه الA مينس يدي الA بلس ويدي الA مينس ويدي الAB بلس ويدي الAB مينس الB بلس يدي الB بلس ويدي الAB بلس الB مينس يدي B بلس B مينس AB بلس AB بلس الAB بلس يدي بس إلا مين الAB بلس زيه الAB مينس يدي الAB بلس والAB مينس لاحظ معايا ان الاب بلس هو مستقبل عام يونيفيرسال ريسيبيانت كان الو مينوس هو المعطي العام وهنا الاب بلس هو المستقبل العام كلام جميل جدا طيب ايه سبب بقى عدم امكانية نقل الدم بدون معرفة نوع الفصيلة مسبقا يعني مش اي حد كده اخد منه دم منقله لأي حد ايه السبب في القصة دي هنشوف دلوقتي زي ما قلنا من شوية ان فصيلة دم ا بتحمل هوية اللي بنسميها انتجين ا وفصيلة دم ب بتحمل انتجين ب هوية الفصيلة ب فصيلة ا ب بتحمل كل الهويتين لها النوعين من الانتجينات ا و ب فصيلة ا ليس بها اي انتجينات خالص يعني ملاش هوية في بلزمة الدم اللي عند الدم بيكون من حكتين كرات دم حمرة وبلزمة اللي بتحتوي على كرات الدم البيضة هي مسؤولة عن المناعة اللي فيها الأجسام المناعية فبلاقي إن البلازمة بتاعة فصيلة الدم A فيها أجسام مضادة ضد مين ضد الانتجينز B يعني ضد فصيلة الدم B وبلازمة الفصيلة B بتحتوي على أجسام مناعية مضادة ضد الـ A ضد الانتجينات اللي موجودة على كرات الدم الحامرة بتاعة فصيلة الدم A الـ A B ما عندوش أي أجسام مناعية طب نيجي للـ O عندو كلا النوعين من الأجسام المناعية أنت A وأنت B طيب ده يجورينا لإيه يجورينا لأن لو لقينا واحد فصيلة دم B احتاج دم يدي له دم إيه اللي هيحصل حتنشط عندي الأجسام المناعية اللي موجودة في بلازمة الدم بتاعة فصيلة دم B ضد الدم اللي يدخله من فصيلة A وبالتالي هتحصل جلطات داخل الأوردة والشرايين ويحصل موت للإنسان نفس الكلام لو نقلنا دم من B إلى A لكن لو نقلنا دم من A إلى A B ما فيش أي مشكلة أو نقلنا دم من B إلى A B برضو ما فيش أي مشكلة لأنه ما عندوش أي أجسام مناعية الأنتيبادس مش موجودة عنده في البلازمة بتاعته فكده هيستقبل من أي حد الأو هو ما عندوش أنتيجينات لكن عنده إيه؟ عنده أجسام مناعية في البلازمة بتاعته وبالتالي مش هنقدر نعطي له أي دم سواء من الأي أو البي أو الـ A B ليه؟ لأن الأجسام المناعية موجودة عنده في البلازمة بتاعته ضد الأي وضد البي فكده مش هياخد إلا من O ده بمعنى عام طيب نخصص الموضوع شوية ده شكل تحليل فصائل الدم بيبقى عندي الأنتي إيه؟ مضاد إيه؟ اللي هو الأجسام المناعية ضد فصيل الدم إيه؟ والأجسام المناعية ضد فصيل الدم بي وبعدين الأنتي دي ده خاص بالبوزيتف والنيجاتيف اللي احنا هنكلم عنه في شريحة قدامه ونوضح إيه هو؟ فهنا أول شريحة ظهر عندي تجلط ده مظهر التجلط أهو أدي الكنترول ما حطناش أي حاجة من السيرم الموجودة عندنا هنا فأصبح ده كنترول دم غير متجلط من فصيل الدم إيه؟ جيت حطيت على نقطة الدم بتاعتي على الشريحة أنتي إيه الأنتي إيه ده أجسام مناعية بتفرزها بلازمة دم فصيل الدم بي بناخدها نحطها على فصيلة الدم إيه؟ وبالتالي لو حصل تجلط يبقى في الحالة دي أعرف أنه دي فصيلة دم إيه؟ لأننا حطت عليها أنتي إيه؟ طيب هنا أنتي بي مش هتديني نتيجة ليه؟ لأن الأنتي بي ده هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن الأجسام المناعية اللي موجودة في بلازمة دم فصيلة دم إيه؟ فإحنا عندنا فصيلة أساسية هي إيه؟ هي فصيلة دم إيه؟ بالتالي هنا مش هيحصل تجلط نيجي للأنتي دي هيحصل تجلط عندي هنا الأنتي دي دوت يخص أجسام مناعية موجودة في الدم ضد عامل ريسس هنشرحه بالتفصيل في شريح جاية ده خاص مين؟ خاص بيه؟ العامل ريسس ر اتش مينوس فيه أجسام مناعية في بلازمة الدم برضو ضد الموجب ضد الار اتش موجب يبقى هنا لما يحدث عندي تجلط يبقى هنا على طول هقول ده إيه بلس ليه؟ حصل تجلط هنا مع أنتي دي ده خاص بعمل ريسس يبقى في الحالة دي الفصيلة دي اتبقيت إيه بلس ننتقل الشريحة التانية فصيلة دم بي عندي أنتي ايه مش هيديني تجلط لأن الفصيلة بي هي اللي بتنتجه وبالتالي مش هيحصل عندي تجلط طيب حصل تجلط فين؟ مع أنتي بي لأننا حاطة الأنتي بي ده جاي منين؟ من أصلا من بلازمة فصيلة دم ايه فححطه على نقطة الدم بتاعة فصيلة بي هيحصل تجلط هنا الار اتش برضو حيبقى أنتي دي حيبقى بوزيتف يعني موجب يبقى فصيلة الدم دي نوحة ايه؟ بي بوزيتف ننتقل لي المثال التالت سي عندي أنتي ايه مدنيش تجلط أنتي بي مدنيش تجلط أنتي دي ادني تجلط ودي الكنترول ما حصلش في تجلط طيب هنا إيه اللي حصل؟ لما حطيت أنتي ايه محصلش تجلط يبقى دي مش فصيلة ايه؟ لما حطيت أنتي بي على نقطة الدم التانية برضو مدتنيش تجلط طيب أنهي فصيلة اللي ما فيهاش أنتجينات خالص فصيلة او يبقى في الحالة دي المثال دا عندي هيبقى دي فصيلة دم او لكن حصل تجلط مع أنتي دي يبقى دي او بوزيتف او موجب لعام الرئيسس في الشريحة الأخيرة حصل تجلط مع الأنتي ايه؟ يبقى كده فيه الأنتجين ايه موجود وي حصل تجلط مع الأنتي بي يبقى كده الأنتجين بي موجود يبقى في الحالة دي الفصيلة دي اسمها ايه؟ ايه بي لأن فيها كده النوعين من الأنتجينات اللي هي الهوية اللي مقصود بها الهوية بتاعت فصيلة الدم وهنا هوت عندي انتي دي اداني بوزيتف وحصل تجلط برضو يبقى دا ايه بي بوزيتف طبعا الكنترول ما حصلش فيه تجلط طيب الحالة التانية من حالات فحص فصائل الدم حالة فض النزاع على النسب نستخدم تحليل فصيلة الدم لفض النزاعات على ايه؟ على نفي النسب وليس إثباته وهقول ايه السبب؟ نفي فقط ما ينفعش الإثبات أنا عندي أسرتين الأسرة الأولانية فالأب فصيلة دمه ايه بي تركيبه الوراسي عبارة عن ايه؟ اي كابتال ايه اي كابتال بي بلوش احتمالية تانية الأم فصيلة دمها بي لها كم احتمال؟ ممكن تبقى نقية تبقى اي كابتال بي اي كابتال بي وممكن تبقى خليطة اي كابتال بي اي سمول الابن المتنازع عليه الطفل المتنازع عليه فصيلة دمه او يعني اي سمول اي سمول يعني المفروض اي سمول جاية من اب واي سمول جاية من الام لابد ان هم الاتنين يجتموا مع بعض عشان يديني فصيلة دمه او فالأسرة الأولانية نلاحظ كده ان الاي بي ده هيديني نوعين من جاميطات اي كابتال اي في جاميطة الاحتمال التاني بالنسبة للام لو هي فصيلة دم بي لو الام نقية يبقى في الحالة دي هتديني نوع واحد فقط من الجامطات اي كابتل بي طب لو هي خليطة اي كابتل بي مع اي سمول في الحالة دي هتديني نوعين من الجامطات جبيطة اي كابتل بي والتانية اي سمول طيب هنا احنا قلنا شرط اساسي عشان يتكون عندي طفل فصيلة دمه او لابد من اجتماع اي سمول مع اي سمول. يبقى في الحالة دي ممكن الجاميطة دي تبقى مصدر للفصيلة او. لكن بالنسبة للاب المقابل استحالة يديني او. في الحالة ديت هنقول ان هذه الاسرة لا ينتمي اليها هذا الطفل. نشوف المسال الناحة التانية. اب بفصيلة دمه ايه? وقوم بفصيلة دمها بيه. طيب الاب زي ما قلنا احتمال ان يكون تركيبه اي كابتال اي اي كابتال اي. وده هنستبعده. ليه? لانه ما ينفعش يطلع على او. الاحتمال التاني ان يكون اي كابتال اي اي سمول. تبقى كده ده في احتمالية ان هنا لو تركيب الاب بالشكل ده ينتج منه جميطة فيها اي سمول. فصيلة دم الام بي برضو الاحتمالين بي كابتال اي كابتال بي اي كابتال بي. وده هنرفضه لان هنا مش هيطلع على او. الاحتمال التاني انها تكون اي كابتال بي اي سمول. فالتركيب دوت للام اي كابتال بي اي سمول. والتركيب اللي هو بتاع الاب اي كابتال اي اي سمول. في احتمالية يطلع منهم جميطات اي سمول من الام واي سمول من الاب. دول يلتقوا مع بعض ينتج منهم الاي سمول اي سمول اللي هو الطفل اللي فصيلة دمه او. يبقى هنا بنقول ان هذا الطفل يحتمل ان يكون تبع هذه الاسرة. منتمي الى هذه الاسرة ولا يمكن ان ينتمي الى الاسرة السابقة. ليه بقول يحتمل? لان فصيلة الاي وفصيلة البي دي فصائل منتشرة. ما بين افراد كتيرة في المجتمع. وبالتالي احتمالية ان الطفل ده ينتسب لاسرة تانية غير دولة وارد. طب ايه الفايصل في الامر? الفايصل في الامر ايه بقى تحليل المادة الوراثية. التحليل الدي ان ايه? عشان اؤكد ان الطفل ده ينتمي الى هذه الاسرة. فلابد ان انا اعمل تحليل للمادة الوراثية سواء للطفل والابوين. في الحالة ديت بقدر اعمل التحليل بتاعي. تطلع عندي نتائج يتأكد يتنفي. باستخدام ايه? باستخدام تحليل المادة الوراثية الدي ان ايه? اما بالنسبة لفصائل الريسس او او الار اتش. عام الريسس ده تم اكتشافه في القردة. وبعدين تم بعد كده التحقق من وجوده في الانسان. ايضا الار اتش ده بينتمي الى الجانب المناعي في الدم. ايه اللي بيحصل? لو ان الار اتش دوت في منه نوعين. ار اتش موجب وار اتش سالب. المشكلة بتاعته بتظهر امتى? لما تكون الام فصيلة دمها اي فصيلة من الفصائل السابقة بس الار اتش بتاحها سالب. والاب ايا كانت فصيلة دمه مش هتفرق معنا هنا لكن الار اتش بتاعه موجب. انا عندي الار اتش الموجب سائد على الار اتش السالب. تقليلات. وبالتالي لما بيحدث عندي حمش لأسرة الاب ار اتش موجب والام ار اتش سالب. في الحالة ديت ايه الحالة اليمين خالص زيت? ايه اللي بيحصل? هيكون الجنين ار اتش موجب ار اتش سالب يعني خليط. بلس مينوس. دي طبعا ان الجنين بيتغزة من امه اثناء الحمل من خلال المشيمة. فبتنتقل بعض الاجسام المناعية من خلال الدم اللي بينتقل في المشيمة من الام الى الجنين. فايه اللي بيحصل? اللي بيحصل في وجود اجسام مناعية تبع الار اتش بتبقى موجودة في دم الام. تتكون في دم الام. لانها سالبة. والجنين دمه ار اتش موجب. فهنا يكون دم الام اجسام مضادة ضد دم الجنين. بسبب ايه? بسبب انه بيحتوي على الار اتش موجب. ودم الام اساسا ار اتش سالب. الاجسام المضادة اللي هتتكون عندي ديت بتتسبب في تكسير قراط الدم الحمراء بتاعت الجنين. اللي بينتق بعد كده عنه ايه? بينتق عنه نقص في الاكسوجين. في الخلايا والانسجة بتاعت الجنين. وبالتالي بيولد الطفل الاول لونه ازرق. نتيجة له نقص الاكسوجين في دمه. دي صور موجودة قدام حضراتكم اهيت له حالات مختلفة من الاطفال. ودرجات مختلفة من اللون الازرق ظهر على جلدهم. انت الكلام ده بيحصل باكد تاني. لما تكون الام ار اتش سالب. والجنين ار اتش موجب. طيب. وبعدين ايه اللي هيحصل? ومنتهى البساطة الطفل الاولاني هيتولد. وبعدين جسم الام في زاكرة. ربنا سبحانه تعالى جعل لنا زاكرة خاصة بالمناعة. فبيتجمع بعض الاجسام المناعية اللي تكونت اللي هي الاجسام المضادة اللي تكونت في دم الام تخزن في الزاكرة المناعية بتاعت الام. يجي يحصل الحملة تاني. وبرضو الطفل يبقى ار اتش موجب. ايه اللي يحصل? يتم انتاج كمية كبيرة جدا من الاجسام المناعية بمجرد ان خلايا الام تشعر. طبعا الجهاز المناعي. يشعر ان في ار اتش موجب في داخل رحم الام. فايه اللي يحصل? تتكون كمية كبيرة جدا من الاجسام المناعية ضد الار اتش موجب. وبالتالي يؤدي ذلك الى حدوث اجهاض. ما يكملش الحملة. لحل المشكلة ديت لابد من حقن الام بعقار. العقار دوت بسميه انتي ار اتش او دي اميونو جلوبين انجيكشن دوت العقار دوت الغرض منه انه بيكسر الاجسام المناعية اللي تكونت في جسم الام. والكلام ده بيتم الحقن في خلال اتنين وسبعين ساعة من الولادة. عد الوقت عن كده هيبقى الحقن ليس له فائد. انهي ام اللي هي سالب. تعلم شوف كده التحليلات الوراثية المختلفة للامر دوت. انا عندي لو يعني موجب. والام خليطة سالب. الجنين هيطلع عندي ايه? هيطلع عندي بس خليط. كده ما فيش اي مشكلة بالنسبة له. ليه? لان الام دمها موجب. ما فيش اي مشكلة خالص. واجنين موجب فما فيش مشكلة. الحالة التانية ان الاب يكون خليط. طبعا بوزتيف المينوس دي المقصود بيها موجب والار اتش سالب. والام زيه. فكده الاحتمالات بالنسبة له الاجنة اللي ممكن تتكون عندي. ممكن يبقى موجب نقي. ممكن يبقى خليط. وممكن يبقى سالب. هنا ما فيش اي مشكلة في التلات اطفال. حيتولد وما فيش اي مشكلة. الجنين سالب اه. لكن الام موجب. ما فيش اي مشكلة خاصة وحيتولد وما فيش اي ازمة. الازمة زي ما قلنا بتبقى فين? بتبقى لما الاب بيبقى موجب والام سالب. والسالب ده متنحي. في الحالة ديت الجنين هيبقى موجب. زي مين? زي ابوه. لان الار اتش الموجب سائد على السالب. ففي الحالة دي هيبقى ار اتش موجب ار اتش سالب. ده الجنين. هنا هتحصل عندي الازمة. ويزغر عندي المظهر ده على الاطفال اللي بيولده من هذا الحمل. بكده حضرات المتابعين نكون خلصنا لقائنا اليوم. ارجو للجميع التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.